ملف حراك الريف يعود إلى الواجهة من جديد مع إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب تقريرا مفصلا حول الاحتجاجات التي عرفت إعلاميا بحراك الريف رئيسة المجلس أمينة بوعياش قالت إن التقرير استند إلى شهادات من جميع الأطراف من عائلات ومعتقلين وأفراد القوات العمومية والسلطات كما تم الاعتماد على ماراج خلال جلسات المحاكمات والاطلاع على جميع التسجيلات الموثقة للاحتجاجات اللافت أن التقرير توقف مطولا عند تسمية الحراك وراح يبحر في تفنيده من ناحية لغوية وظرفية مكانية ليصبغ عليه في إحدى فكراته أنه حراك متشبع بشحنة أيديولوجية وسياسية عالية إلا أنه قدم معطيات جديدة حول ظروف الاحتجاجات ووضعية المعتقلين إلى جانب خلاصات تحقيقات اللجنة في مزاعم التعذيب كما في اتهام متظاهرين بالاعتداء على الشرطة ووفق التقرير أكد أطباء وخبراء المجلس الحقوقي الذين عاينوا الوضعية الصحية للمعتقلين تعرض عدد منهم لما سموه العنف والاستخدام غير المتناسب للكوة مؤكدين صحة شهادات عدد من المعتقلين وتطابق نتائج الاختبارات الطبية التي أجريت عليهم مع الدعاءاتهم لكنه في المقابل أكد عدم توافق نتائج الاختبار الطبي لثمانية وعشرين معتقلا مع الدعاءاتهم التي صبت هي الأخرى في اتجاه التعنيف والتعرض للتعذيب وتطرق التقرير وفق رئيسة المجلس إلى ما وصفته ببداية الحراك بسلمية دامت نحو ستة أشهر وتحوله في مرحلة أخرى إلى استعمال العنف مريدة أن هناك تجاوزات سجلت منها إصابة أحد أفراد القوات العمومية بعاهة مستديمة جراء رشقه بالحجارة على مستوى رأسه إضافة إلى حرق مقر إقامة الأمن بإميزورن ما جعل مراقبين يتساءلون ألم يكن بإمكان الحكومة حل هذه الأزمة خلال ستة أشهر من بدايتها قبل أن تتخذ هذا المسار الذي وصلت إليه كما دفع آخرين للقول إن التقرير قد يمنح السلطات فهما أشمل لأسباب التحركات الاحتجاجية وظروف خروجها عن السيطرة ما يمكن مستقبلا من تفاديها